الهايدروجين الاخضر وقود المستقبل مطمع اوروبي على اراضي المملكة المغربية المغرب تكتسح تصنفات وتتفوق بذلك على كل من امريكا والجزائر والصين بمجال انتاج طاقات نظيفة وتحديدا غاز الهايدروجين الاخضر بينما اوروبا تشيد بانجازات بلاد المغرب وتطمح في عقد شراكات مستقبلية خاصة ان تواصل الحرب الروسية الاوكرانية لا يزال مؤثرا وبحدة على مجال الطاقات وفي الوقت الذي تسعى فيه المغرب لاجاد بداء الاطاقة الاحفورية من المتوقع ان يغطي الهايدروجين الاخضر حوالي 12% من الاستخدام العالمي للطاقة فما الذي جعل من المغرب رائدة بمجال الهايدروجين الاخضر وما طبيعته هذا الوقود والاهم ماذا ستحقق بخلاف ذلك من مكاسب فعلاقات بالشراكة الاوروبية كل هذا واكثر سنتعرف عليه في الدقائق القليلة المقبلة فلا تنسى الاشتراك بالقناة لا شيء يأتي من دون تخطيط ولا نجاح دون عمل هذه خلاصة ما تقدم عليه المغرب من ريادة ونجاح ضمن رؤيتها المستقبلية بريهانها على تعزيز مكانتها بقطاع الطاقات المتجددة مع التخلص نهائيا من الوقود الاحفوري في سنة 2020 انشأت الحكومة المغربية اللجنة الوطنية للهايدروجين سعيا منها لتطوير قطاع تكنولوجيا الطاقات المتجددة بهدف اللحاق بالركب العالمي والريادة في مجال الطاقات النظيفة وعلى رأسها الهايدروجين الاخضر وهو غاز نظيف ينتج عبر فصل الهايدروجين عن الماء عن طريق تحليل كهربائي لجزيئات الماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وعلى ذلك تسعى المملكة المغربية الى امداد السوق العالمية بعشر طراوات في الساعة بحلول 2030 ضمن استراتيجيتها لخلق خمسة عشر الف فرصة عمل جديدة وتحقيق اهدافها الانتاجية للهايدروجين الاخضر الذي سيمكنها من التفوق عالميا فيما يخص وقود المستقبل ولعل هذا ما يفسر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا اوائل هذا الهام حيث ان الوكالة وضعت المغرب بالمركز الرابع عالميا ضمن التصنيف الاخير للبلدان المرشحة لانتصير منتجة رئيسية للهايدروجين الاخضر بحلول 2050 متقدمة بذلك على قطبي الصناعة العالمية الصين وامريكا وغيرها من الدول وعلى الرغم من التكلفة الانتاجية العالية للهايدروجين الاخضر الان رئيسة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية اودل رينو باسو كانت قد اكدت سابقا على يقينها من قدرة المغرب على انتاجه بادنى تكلفة بين الجميع بفضل ما تزخر به البلاد من موارد للطاقة الشمسية والريحية اضافة لما يوفره موقعها الجغرافي والاستراتيجي من سواحل بحرية ممتدة على ما يزيد عن 3000 كيلومتر ستمكنها اتباعا من استخلاص الهايدروجين الاخضر باقل تكلفة عبر تحرية مياه البحر وهذا طبعا بخلاف ما تتميز به المغرب من موارد بشرية ولوجستية وتنوع المناخ مما سيفضي ايضا الى تزايد الاستثمارات الاجنبية ومشاريع الطاقات المتجددة شراكة مغربية اوروبية ايام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء القارس دون ان ننسى ايضا تواصل الحرب الروسية الاوكرانية التي لا يبدو انها ستنتهي عن مقريب مما يؤكد بالتباعية على اقتراب الخطر الداهم باوروبا من ناحية نقص امدادات الطاقة لتتوجه الانظار بذلك الى الدولة المغربية وغيرها للتعويض عن النقائص الطاقية خاصة ان نجم المغرب قد بزغ عالميا مؤخرا بمجال الطاقات المتجددة لا سيما ان المغرب لا يعد ركيزة عالمية في قطاع الطاقة الشمسية والريحية فقط اذ انها ايضا اثبتت نفسها في طالعة الدول المنتجة للهايدروجين خاصة انها قد نظمت اول تجمعا للهايدروجين الاخضر بافريقيا بالعام السابق بعنوان كلاستر غرين ايج تو كما وتمكنت الحكومة المغربية من جذب استثمارات ضخمة اهمها كان مع شركة توتال ايرين التي قدمت ما يزيد عن عشر مليارات دولار لانتاج الهايدروجين والامونيا الخضراء في جهة كلميم وادنون بالصحراء المغربية هذا بالاضافة للتعاون المغربي مع تشيلي احدى اكثر دول تنافسية على صعيد انتاجية الهايدروجين الاخضر وبخلاف ذلك في الرابع من هذا الشهر اعلنت الشركة البريطانية شاريوت عن عقد اتفاقية مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالشراكة مع اورت انيرجي بهدف تطوير المشاريع التجربية في مجال الهايدروجين الاخضر في اطار توسعها الافريقي وتشديدا من المغرب على توجهها نحو تصدير فائضها من غاز الهايدروجين الاخضر للقارة الاوروبية فقد وقعت المملكة المغربية كذلك مع المانيا على اتفاقية تخص خطة لتطوير القطاع باكمله ختاما برأيك هل ستكون المغرب قادرة على رياضة العالم فيما يخص وقود المستقبل؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر